السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنحتاج في وصفتنا الخيار والبطاطس الخيار بيعمل كمرطب للبشرة الجفة بيساعد على تفتيح البشرة وبيحارب التجعيد خصوصا تجعيد محيط العين غني في فيتامين A وB1 وC والبروتين والماغنيسيوم والبوتاسيوم اللي بيساعدوا في علاج مشاكل البشرة وغني كمان بكمية كبيرة من المياه ومضادات الأكسادة اللي بيخلصوا البشرة من الهالات السودة والأكياس الموجودة تحت العين هنحتاج كمان البطاطس البطاطس لها تأثير مبيض على البشرة بتخلصنا من الهالات السودة والاندفخات تحت العين وبتأخر ظهور التجعيد بتحارب حب الشباب والبقعة الدكنة بترطب البشرة الجفة وبتساعد في إزالة خلايا الجلد الميت قشرنا البطاطس وجهزنا الخيار بالشكل ده هنبشرهم دلوقتي بالمبشرة الديقة الخيار غني بالخصائص المبيضة اللي بتفتح لون البشرة كمان بيريح الأوعية الدموية في محيط العين وبيرجع لها اللون الطبيعي هبشر الخيار بإشره لأنه مفيد جداً لبشرتنا بشرنا البطاطس كمان بالشكل ده البطاطس بتجدد شباب البشرة وبتحفزها على إنتاج الكولاجين هنخلط مبشور البطاطس والخيار مع بعض وهنضيف عليهم دلوقتي ربع كباية من مية الورد مية الورد بتحفز على درجة حمودة البشرة بتساهم في علاج حب الشباب لأنها بتقلل من نمو البكتيريا المسببة ليه بترتب البشرة ترتيب عميق لأنها سهلت الامتصاص غنية بمضادات الالتهابات اللي بتدي انتعاش للبشرة وبتقلل من انتفاخات تحت العين بتقلل كمان من ظهور علامات الشيخوخة وبتعالج حروق الشمس مية الورد بتجدد خلايا الجلد ضفنا حوالي ربع كباية من مية الورد وهنخلط مبشور الخيار والبطاطس ومية الورد مع بعض كويس جداً هتحطي الخليط ده في أي قوالي بتلجع عندك وهتجمديه في الفريزر اللي مودة ليلا كاملة وده بيكون شكل مبشور الخيار والبطاطس ومية الورد بعد ما تجمده ليلا كاملة بعد تجمدهم هتستخدميه على منطقة الهلات وانتفاخات تحت العين مع التحريك بشكل دائري لحد ما تدوب تماماً وبعد ما تدوب هتسيبي بشر البطاطس والخيار على منطقة الهلات لمدة نص ساعة بعد كده هتخسري وشك بمية بردة ومن أول مرة هتلاحظ الفرق في لون الهلات والأفضل نتيجة استخدميه يومياً بيستخدم الصبح أول ما تصحي من النوم دلوقتي هنعمل الوصفة التانية اللي هنستخدمها قبل النوم وهي وصفة مكملة للوصفة الأولى علشان تديكي نتائج أسرع هنحتاج في الوصفة التانية معانا معلقة من زيت اللوز زيت اللوز بيساعد في تخفيف الهلات السودة في محيط العين وبيعالج تصبغات الجلد وحروق الشمس بيخافف من ندبات حب الشباب وغني في فيتامين E المضاد للأكسادة اللي هيساعد على تجديد خلايا الجلد ويقوم التجعيد والخطوط الدقيق زيت اللوز غني بفيتامين E وريتينول اللي بيساعده في علاج الهلات السودة هنجيف كمان معلقة من زيت اللمون بيزود تدفق الدورة الدموية وبيخفف الالتهابات وانتفاخات تحت العين بيفتح البشرة وبيخلصها من البقعة الداكنة زيت اللمون من الزيوت الأساسية اللي لازم عشان تستخدميها على بشرتك تخفيفيها بزيت تاني طبيعي زي زيت اللوز وهخلطهم كويس جداً مع بعض هنجيف كمان اتنين كابسولة من فيتامين E اللي هيفتح محيط العين وهيساعد في إزالة البقعة الداكنة ضفت كابسولات فيتامين E وهخلطها كويس جداً مع باقي الزيوت وبأي قطن عندك سواء قطن طبي او قطن موزيل الميكاج هبالليل القطن بخليط الزيوت وهتحطيه في محيط العين على الهالات السودة هتستخدمي كمادات الزيوت كل يوم بالليل قبل ما تنامي هتسيبيها طول الليل وهتغسليها الصبح من أول أسبوع هتلاحزي تفتيح لمنطقة محيط العين ولو استخدمتي الوصفتين مع بعض أضمن لك بإذن الله أن الهالات السودة هتختفي تماماً في خلال أسبوع واحد لكن لازم تحرسي على شرب من 2 ل 3 لتر مية في اليوم وتقللي شرب المنبهات ولازم نومك ما يقلش عن 8 ساعات يومياً لو استفدت من أي معلومة في الفيديو النهاردة ياريت لايك وشير عشان غيرك كمان يستفيد ولو لسه ما اشتركتيش في القناة دوسي اشتراك اللي باللون الأحمر تحت الفيديو فعلي زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنزله وشكراً جداً على المشاهدة